دخل الإسلام المغرب في القرن الأول هجري وكان في الجيش عدد من الصحابة والتابعين حتى وصلوا طنجة أقصى المغرب في عهد الأمويين دخل الأمازيغ سكان المغرب في دين الله أفواجه ثم تغير جيل الفاتحين وتعاقب الولاة وزاد الظلم والاستبداد فثار الأمازيغ واشتعلت نار الحمية الجاهلية فسافر بعض وجهاء وعقل الأمازيغ إلى الخليفة الأموي بالشام ليبين له ما يجدون من ظلم عماله وولاته فمنعهم وزير الخليفة وحاجبه الأبرش الكلابي فلم يستطيعوا الدخول على الخليفة فرجعوا غاضبين معتقدين أن الخليفة الأموي راضي عن ظلم العمال والولاة بالمغرب فوجد الخوارج الفرصة واتحدوا مع قبائل الأمازيغ بشق عصد طاعة فقاموا بقتل والي الخليفة في طنجة فجهز الأمويين جيشا كبيرا لإخماد هذا التمرد فانتصر الأمازيغ انتصارا كبيرا وسميت معركة الأشراف لكثرة من مات فيها من الأشراف فقام هشام بن عبد الملك وقال والله لأغضبن للعربي غضبه وأوسير جيشا يكون أوله عندهم وأخيره عندي ولو تلاحظون أصبحت العصبية القبلية ظاهرة بين العرب والأمازيغ هزم جيش الخليفة فعاث الخوارج مع الأمازيغ في المغرب فسادة فسبي النساء والذرية واستحلوا دماء المسلمين واتجه الخوارج لحصار القيروان أعظم دول المغرب الأدنى فقام العلماء يحثون الناس على الجهاد والصمود فدارت معركة عظيمة هي معركة الأصنام التي هزم فيها الخوارج والأمازيغ يقول ليت من ساعد ما وددت أن أشهد معركة بعد بدر إلا الأصنام